موسيقى مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم للنشرة الاقتصادية من قناة الأخبار المغربية عقدت مجموعة وثلاثين ندوتها البنكية الدولية السنوية الثامنة والثلاثين أمس بمراكش على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين والتي ناقش خلالها المشاركون تطورات الاقتصاد العالمي والتحديات النقدية ذات الصلة وشكلت هذه الندوة مناسبة لمحافظي البنوك المركزية لتبادل وجهات النظر حول التحديات الوشيكة التي يواجهها الاقتصاد العالمي من خلال قضايا الدين الدين عفواً ورهنة التحول الإيكولوجية والسبلية الفضلة لتجديد التعاون الدولية دعا مسؤولون ماليون أفارق اليوم بمراكش إلى خفض التكلفة المرتفعة لتمويلات الدولية وتقوية الأدوار التي تطلع بها المؤسسات المالية القارية وشدد المسؤولون الأفارق خلال جلسة نقاش تنولت تموضوع العمل الإفريقية من أجل إصلاح المنظومة المالية العالمية ضمن أشغال الاجتماعات السنوية لسندوق النقد والبنك الدوليين على ضرورة تغيير المقاربة التي تنهجها المؤسسات الدولية المانحة للديون من خلال توفير تمويل مناسب ينهض بالاستثمار القاري ويعسز النمو سلط خبراء وصناع قرار خلال جلسة نقاش نظمت أمس بمراكش على هامش الاجتماعات السنوية لسندوق النقد والبنك الدوليين الدوء على أهمية تعزيز المداخيل الضريبية لتحقيق أداف التنمية المستدامة بالبلدان السائرة في طريق النمو وأكد المتدخلون خلال هذه الجلسة المنظمة من طرف مجموعة البنك الدولي بعنوان تعزيز القدرات الجبائية للبلدان السائرة في طريق النمو على استثمار الرقمنة والتكنولوجيات الجديدة للذكاء الصناعية من أجل تقوية قدرات البلدان على تنمية مداخيلها الضريبية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تراجعت أسعار النفط اليوم خلال تعاملات اليوم الاثنين بعد صعودها الأسبوع الماضي على خلفية تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط كما كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها يوم الجمعة الماضية على ارتفاع بنحو 6% لتسجل مكاسب أسبوعية قوية بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على مصاد على صادرات الخام الروسية وتراجعت تسعار العقود الآجلة لخام بيرنت القياسي بنسبة 0.28% لتصل إلى 90.64$ للبرميل انخفضت تسعار والذهب اليوم الاثنين بعد بلوغها أعلى مستوى في قرابة شهر على خلفية تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ما دفع المعدل النفيس للصعود بأكثر من 3% في الجلسة السابقة وانخفض الذهب في المعاملة الفورية ب0.5% إلى 1921.69$ للأوقية ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ب0.4% إلى 1934.40$ للأوقية نهاية والنشر الاقتصادية لليوم نلتقي بعد قليل في مجزء لأهم الأنباء نشكر لكم على حسن وطيب المتابعة إلى اللقاء